تجري الممثلة الأمريكية أنجلينة جولي التي تنتقد معاملة السلطات البورمية لأقلية روهينغا المسلمة زيارة إنسانية لبورما بدعوة من المعارضة أونكسان سوتي وتأتي هذه الزيارة الأولى بدعوة من المعارضة أونكسان سوتي التي يعتبر حزبها الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وقبل بورما زارت أنجلينة جولي كامبوديا حيث من المقرر أن تصور لحساب نتفليكس فيلما عن نظام الخمير الحمر من خلال عيناي طفل ويتوقع أن يعرض الفيلم في العام 2016 وسبق لجولي أن قامت بعشرات الزيارات إلى مخيمات لاجئين في أسيا وهي تهتم خصوصا لوضع أقلية روهينغا البورمية المسلمة التي تعرضت للاضطهاد وقد انتقدت علنا الحكومة التايلندية في العام 2009 متهمة إياها بعدم القيام بما يكفي لمساعدتهم وكانت يومها تزور مخيما للاجئين عند الحدود بين بورما وتايلند ولم يعرف برنامج أنجلينة جولي المفصل لأسباب أمنية لكن من المرجح جدا أن تزور ولاية راخين حيث تقيم هذه الأقلية